السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنبدأ الشابتر الأول بعنوان Inheritance and Polymorphism ومن خلاله سنرى ما هو الـ Purpose للـ Inheritance ما هو هدف الـ Inheritance The Concept of Polymorphism ما هو معنى مفهوم الـ Polymorphism And we will write programs using Polymorphism سنكتب العديد من البرامج باستعمال الـ Polymorphism بالنسبة للـ Inheritance في اثنين مصطلحات هامين جدا في الـ Inheritance اللي هي السوبركلاس والسبكلاس أولا الـ Inheritance allows a software developer to derive a new class from an existing one يعني أن المبرمج حيقوم باشتقاق كلاس جديدة من كلاس وقع كتابتها في السابق The existing class is called Parent Class يمكن أن نسمي الكلاس هذه Parent Class أو Super Class أو Base Class ثم The Derived Class الكلاس المشتقة الجديدة is called Child Class أو Subclass إذن عندما نسوي وراثة عندي الكلاس التي تمثل كلاس الأب والكلاس الإبن لذلك نتحدث على Super Class أو Subclass المصطلحات المستعملة الأكثر هي السوبركلاس للكلاس الأب والسبكلاس للكلاس الإبن The Inheritance allows the Child Class أو Subclass to inherit attributes and methods of the Parent Class يعني أن السبكلاس حترث من الأتريبوت والمثوات التي وقع تعريفها في السوبركلاس Inheritance should create and ease a relationship meaning the child is a more specific version of the parent علاقة الإنهيريتانس تسمى أيضا is a relationship يمكن أن نستعمل رسم بياني يسمى بـ UML Class Diagram عشان نرمز علاقة الإنهيريتانس بين two classes مثلا هنا يمكن يكون عندي كلاس اسمها Vehicle يعني مركبة تحتوي على كل معلومات المركبة سرعة المركبة إلى غير ذلك Methods تشغيل المركبة توقيف المركبة إلى غير ذلك ثم يمكن أن ننشأ كلاس ثانية Car سيارة سترث من كل المعلومات الموجودين في المركبة وسنضيف معلومات خاصة بالسيارة في هذا المثال Vehicle تسمى Super Class الـ Class arab car is a subclass يعني عندما تكون عندنا علاقة inheritance بين اثنين classes سنستعمل كلمة extens في الكود java هذا السهم اللي هو في رسم البياني حيتحول إلى كلمة extens في الكود java لذلك عندما نريد أن نعرف class car سنكتب class car extens vehicle يعني حتارث من كل ما هو موجود داخل الكلاس vehicle ثم سنكتب الكود الإضافي اللي حيكون خاص بالكلاس car ما هي أهداف الـ inheritance؟ أولا inheritance relationship enables a subclass to inherit features from its subclass يعني أن السبكلاس حتارث من المعلومات الموجودة ومن الكود اللي كتبناه في السوبركلاس the subclass can add new features to its own يعني أن السبكلاس حتوضيف معلومات خاصة بها inheritance allows to reuse existing codes من بين أهم الأهداف الـ inheritance هي إعادة استعمال كود موجود عيوظا أن نكتب الكود مرة أخرى سنستعمل ما هو موجود بما أن السبكلاس حتارث من السوبركلاس يعني وكأن كتبنا كل الكود الموجود وكأن كتبناه في السبكلاس هنا مثال لإستعمال الـ inheritance نريد أن نكتب 3 classes class person class student وclass teacher كما نراها في الرسم البياني تحت لclass teacher والclass student هيكون subclasses للclass person إذن عندي class person هذه السوبركلاس عندي class student subclass teacher subclass الperson يعني الشخص هيكون عنده اسم name نوعه string متغير ثاني age يكون نوعه int مثل العمر accessors وmodifiers get to set methods get name set name إلى غير ذلك ثم عندي constructor person هذا الـ constructor حيأخو اسم الشخص عمره ودلة print التي تقوم بتباعة معلومات الشخص class student ستقوم بوراثة كل ما هو موجود في الـ person يعني سترف الاسم الـ age وكل الدولة الموجودة تحت لكن سنوضيف لهذه الكلاس معلومات خاصة بالـ student مثل الـ id ودلة get id set id constructor student هذا الـ constructor حيأخو اسم الـ student حيأخو عمره وحيأخو الـ id حقه ثم print all هذه الدلة تقوم بتباعة كل المعلومات الموجودة في person الـ class teacher الآن تختلف عن الـ class student المعلومات الخاصة بالـ teacher ستكون salary يعني راتب الأستاذ ثم الدوال الـ get salary, asset salary, teacher هذا الـ constructor حيأخو الاسم العمر والـ salary للـ teacher ثم print all تقوم بتباعة كل المعلومات بما فيها الاسم للـ teacher الـ age والـ salary للـ teacher ثم سأستعمل software اسمه Eclipse وهو open source يمكن استعمله على الـ windows على الماك وعلى الـ linux مجاني لأكتب برنامج يستعمل الـ inheritance ثم بعد فتح الـ Eclipse أبدأ بـ creation لـ new project إذن نسوي new java project هذا الـ project سنسميه مثلا inheritance الـ inheritance أستعمل الـ gdk رقم 9 يمكن أن نشتغل حتى بـ gdk أقل version وأسوي في هذا الـ project الـ class جديدة new class وسميها person إذن نايم من هذه الـ class person يمكن أن تحتوي على الـ main method نسوي finish إذن نذكر أن هذه الـ class ستحتوي على اسم إذن أي شخص يكون عنده اسم الـ name int age get to set methods إذن نسوي string get name عشان ترجع قيمة الـ name return name int get age لإرجاع الـ age return age الآن ورد أن أغير الاسم أو الـ age أستعمل دلة إذن تسمى modifier إذن set name بين قوسين الـ variable string n مثلا أضع this.name يسوي n بإمكاني أن أحذف كلمة this ليس إجباري في هذا الـ في هذا الـ code يكون يصير إجباري لو كان عندي هذه الـ variable n تكون أيضا بنفس الاسم name إذن هنا يصير إجباري أن أستعمل ذيس عشان أفرق بين هذا المتغير name المعرف هنا وهذا المتغير الذي وقع تعريفه هنا تلاحظون عندما أضغط على هذا الـ variable هذا الاسم eclipse يقول لي أن هذا الـ variable وقع تعريفه هنا في الـ class نفس الشيء بالنسبة لي ستـ age int age أكتب this.age أكتب this.age ucoe age ثم أعرف constructor إذن person بين قوسين هذا الـ person سيقوم بإستعمال إذن تغيير الاسم n تغيير الـ age وقد أكتب إذن set name بين قوسين n وست age بين قوسين a ثم delete print void print هنا سأطبع المعلومات إذن system dot out dot print line name نقطتين وأضيف قيمة الـ name نفس الشيء بالنسبة للـ age وغير هنا age age فقط إذن أخرج من الـ class person وسأقوم بإنشاء الـ class student class student هذه الـ class سترف من كل المعلومات الموجودة في person لذلك سأكتب extense person إذن سأضيف int id لأن كل طالب عنده id إذن الـ get وست للـ id int get id return id ثم void set id بين قوسين int id أفتح الأقواص وأكتب id capital لتسوي الـ id small ثم أعرف constructor إذن student هذا حيقوم بإنشاء student أحدد string الاسم int age و int id أفتح القوس إذن بالنسبة للـ name والـ age بإمكانياً أعيد استعمال أو استدعاها الـ constructor المعرف فوق هنا في person كيف أقوم باستدعوه بكتابة كلمة super في الجava لو أردت أستدعي السوبر constructor أكتب super إذن هنا بين قوسين سأضع الـ n وال-a الكمبيوتر سيروح إلى هذا إلى الـ 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 superclass ويقوم باستعمال السوبر constructor ثم أحدد الـ id إذن set id بين قوسين id إذن في هذا المثال كتبنا superclass person كتبنا subclass student بإمكانكم أن تكتبوا كلاس مشابهة لـ a teacher فقط أضيف الدلة print all void print all عشان تطبع كل المعلومات لـ a student إذن هذه الدلة ستقوم بتباعة كلمة student ثم المعلومات اللي هي إذن سنقوم باستدعاء الدلة print المعرفة فوق بما أنه print وقع تعرفه في السوبر كلاس student حتى تقوم بويراثة أيضا الدلة print ثم نضيف system.out.println الـ id لـ student id نقطتين id id capital طبعا بما نعرف نحن capital إذن بيمكن أن نكتب أيضا الكلاس teacher هنا حيكون عندي teacher extents person عوضا عن id حيكون عندي salary يكون double طبعا double salary بعض التغييرات هنا عوضا عن get id حيكون get salary set salary عوضا عن set id print all هنا حنطبع طبعا السالري بعد كتابة الـ class teacher نتحصل على الكود التالي إذن teacher extents person salary عوضا عن id حيكون عندي get salary set salary الـ constructor teacher إذن هنا عوضا عن ياخد id حيكون عن salary ثم print all حتطبع teacher ثم معلومات الشخصين دين الاسم والـ age وأخيرا salary salary